للحديث عن استفحال أزمة الجفاف في العراق وتأثيرها على حياة العراقيين ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري أهلا بك دكتور نظير معنا بداية بحسب مختصين فإن استهلاك المياه في العراق أكثر من إراداته بداية هل يعني ذلك أن العراق دخل في مرحلة الفقر المائي؟ هل هذا واقع برأيك؟ أولا شكرا على استضافة أخي العزيز أهلا بك نعم التقرير اللي تفضلت به صحيح 100% والعراق يعاني من مشكلة جدية خطيرة جدا بالنسبة إلى شحة المياه ومثل بتعرفون وتحدثتوا قبل قليل يعني الرقعة الزراعية تقلصت 50% هذا الموسم والموسم القادم يجوز ولو إن شاء الله أكون غلطان قد تكون أتعص مع الأسف لأنه مثل ما تفضلت أيضا وتكلمنا عنها على هذا القناة عديد من المرات فالواردات المائية قليلة جدا لسببين رئيسيين أولهم المشاريع الأروائية والهايدرولوجية في تركيا وإيران وثانيا تأثير تغير المناخ فهذه بالحقيقة قلصت من واردات ناردجلة بشكل كبير جدا والمنظمات الدولية من زمان تكلمت عن هذا الموضوع من 2010 مثل ما تفضلت بالتقرير فإحنا خاليا مع الأسف في مرحلة حرجة جدا للغاية من ناحية شحة الموارد المائية نعم دكتور نظير ماذا عن الدور الحكومي من أجل إعداد خطط يعني تعوض هذا العجز القائم سبقا تكلمنا بالحقيقة أنه المفروض الحكومة تمشي بخطين متوازيين الخط الأول هو التفاوض مع دول الجوار حول حصص العراق المائية طبعا هذه بالحقيقة ما صارت إلى الآن يعني سيد وزير الموارد المائية تحدث عن هذا الموضوع عديد من المرات لكن هذه هي الخطوة الأولى يفترض المفروض مجلس الوزراء والبرلمان وكافة الكتل السياسية الطالبوا بهذا الشيء بشكل جدي وتتجه إلى الجهات الدولية المحاكم الدولية مجلس الأمن وغيرها في هذا الخصوص وأنا سبقا تكلمت عن هذا الموضوع أنه نحن مو بس يعني التفاوض لا يكون على المياه فقط لأنه المنابأ خارج حدود الوطن فلذلك يجب أن التفاوض يشمل الأمور الاقتصادية والأمنية لأنه العراق يستورد مليارات الدولارات من البضاع من تركيا وإيران واقتصاد هذه الدول حرج وضعيف وماعتمد بصورة كبيرة هناك مراقبون يرون أن العجز المائي الذي يعيشه العراق إنما هو بالأساس من سياسات إيران المائية وبسبب حجزها حصص العراق أسأل هنا ما سبب أو ما سبل وقف مثل هذه السرقات سرقات مقدرات العراق المائية إذا تسمح لي أكمل اللي بديت بي تفضل لك إذا التفاوض كان يشمل الأمور الاقتصادية والأمنية فهذه الدول سترضخ وتستجيب للعراق لأنه أصلاً اقتصاد إيران السنوات الماضية كان معتمد بصورة كبيرة جداً عن العراق نتيجة العقوبات المفروضة عليها وكذلك نحن نعرف كل الزين هناك العشرات من الشركات التركية والإيرانية العاملة في العراق وهذا كل مردود اقتصادي كبير جداً لإقتصادها الدولتين فلذلك يهمها اقتصادها فالمفروض نحن نستعمل هذه الورقة إضاقة إلى هذا يعني إيران أو تركيا يهمها أمن بلدها فلذلك نشوف في كثير من الأحيان تركيا أو إيران تقوم بأعمال عسكرية داخل الحدود العراقية فالمفروض نحن نستغل هذه هذا من جانب الجانب الآخر هو الإدارة يجب أن تتغير للموارد المائية داخل العراق لأنه الخطة الموجودة حالياً أثبتت فشلها فالمفروض أنه الخطة الجديدة تأخذ بنظر الواقع المستجدات الموجودة حالياً والتوقعات المستقبلية وعلى أساسها تبني طريقة أو استراتيجية إدارة الموارد المائية داخل العراق هذا بصورة عامة جواب على اللي تفضلت به نعم والحديث الآن عن قيام إيران بحجز حصص العراق المائية وما هي السبل لوقف هذه السرقات المائية من جانب إيران نرجع ونقول أنه إيران ترفض التفاوض حول المياه وهذا يعني السيد وزير الموارد المائية تكلم عنه وقبل يوم كان عندنا مؤتمر في سليمانيا وحضر السيد وزير الموارد المائية من بغداد إلى هذا المؤتمر وسيدة وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقريم كردستان وتحدثنا عن هذا الموضوع والجانب الإيراني يرفض التفاوض في مسألة المياه للذات فلذلك أرجع وقول إذا ما شملت المفاوضات الجانب الأمني والاقتصادي فلن تستجيب إيران إلى مطالب العراق من ناحية حصص العراق المائية في روافد نهر دجلة ونحن نعرف كل الزين يعني هي حولت الكارون والكرخة وديالة وحاليا تحاول على الزاب الأسفل فإذا بقى الوضع كما هو عليه ما أعتقد رح نتوصل إلى نتيجة إلا إذا قامت الحكومة بإجراءات جدية تجاه هذه التصرفات الآن وزارة الموارد المائية حذرت من خطورة نقص مخزون المياه 12% فقط كيف يؤثر هذا العجز على الثروتين الزراعية والحيوانية دكتور؟ نعم رح يؤثر بشكل كبير أصلا إحنا حاليا في السنين الأخيرة يعني كل تقارير المؤسسات الدولية تقول الزراعة خفت بحدود 45% الثروة الحيوانية بحدود 75% وطهنا مثال سابق أنه مثلا عدد الجاموس كان في العراق بحدود مليون وربع حاليا مو أكثر من 200 ألف وهذا ينطبق على بقية الأمور أيضا وهس إذا لاحظ أنه وزارة الموارد المائية قلصت الرقعة الزراعية هذا الموسم 50% يعني معناها الأمور مع الأسف تسير من سيء إلى أسوأ فهذا هو الجواب على اللي تفضلت نعم أخيرا يعني كيف ترى مستقبل العراق المائي في ظل انتهاكات الإيرانية وفشل الحكومة في إدارة واحد من أهم الملفات التي تؤثر على حياة الناس مستقبل المياه في العراق في ظل تواصل يعني الانتهاكات الإيرانية تفضل دكتور أخي العزيز نرجع ونقول أنه مثل ما تفضلت بالتقرير إذا استمرت الوضعية كما هي عليه ونفذت إيران وتركيا كافة مشاريعها الإروائية ما رح تدخل قطرة ماء إلى العراق سنة 2030 زادا هناك كثير من التقارير الأخرى مثلا تقرير المخابرات النرويجي يقول أنه سبع ملايين عراقي سيعانون بشدة من شحة المياه تقرير اليونسكو يقول مليونين عائلة من العراقيين سيعانون بنقص شديد جدا من المياه والآخرية من التقارير فإذا استمرت إيران على هذا المنوال يعني معناها تصاريف نهر الدجلة رح تقل بشكل كبير جدا ومعناها أنه كثير من الأراضي الزراعية رح تتحول إلى مناطق صحراوية وهذا يزيد طبعا من هجرة سكان الريف إلى المدن وهذا طبعا معناه أنه سكان الريف إذا هاجروا إلى المدن استهلاك المياه رح يزيد لأنه كل التقارير تقول أنه أبناء الريف من يتحول إلى المدينة يزداد استهلاك المياه بحدود عشر أضعف فمعناها أنه الزراعة رح تقل أدنى الأواصف الترابية رح يزيد واستهلاك المياه رح يزيد هذا طبعا رح يأثر على كل نواح الحياة بالنسبة للعراقيين لأنه رح يصير بطالة أكثر الزراعة لا يوجد إنتاج زراعي ثروة الحيوانية رح تقل رح يأثر على صحة المواطن فكل هذه الأمور مع الأسف لا تبشر بالخير فلذلك يجب أن تتخذ إجراءات سريعة وفورية لتلافي هذا الأمر شكرا جزيلا لك كنت ضيفي عبر سكاليب من سوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور النظير عباس الأنصاري شكرا جزيلا لك